أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام العدد جديد من حصة عين وحدث لا تزال الإدارات ومصالح الوظيف العمومي تتعامل مع حامل شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية على أنهم جامعين من الدرجة الثانية أو كأنهم خريجي مراكز التكوين المهني بالرغم من تدخل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال شخصيا من أجل تسوية وضعيتهم وحل مشاكلهم سواء مع مصالح وزارة التعليم العالي أو مع مصالح الوظيف العمومي وبعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي شنها حامل هذه الشهادة تتجدد في المرحلة الأخيرة الاحتجاجات والإضرابات في المرحلة الأخيرة من أجل المطالبة بتصحيح السيغة المرسلة للوظيف العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية عن طريق تطبيق قانون الوظيف العمومي بتصنيف حاملية في المجموعة ألف التي تضم شهادات الإطارات الجامعية بدلا من تصنيفها في المجموعة با سلم عشر التي تضم شهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البقالوريا إذن مشاهدين الكرام حملوا هذه الدراسة أو حملوا هذه الشهادة يطالبون أو يتساءلون إن كانوا خريج جامعات أو خريج مراكز التكوين المهني مشاهدين الكرام سأناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في الأسوديو يحضر معي وكالعادة الناشط السياسي سيد أحمد عبادة سيحمد مرحبا بك أهلا ومرحبا ويحضر معي كذلك اليوم سيد عليلي يحيى رئيس اللجنة الوطنية لحاملي شهادات دراسات الجامعية التطبيقية سي عليلي يحيى مرحبا بك أهلا ومرحبا سي عليلي يحيى أنت معني مباشرة بهذه المشاكل بمعاناة حاملي شهادات دراسات الجامعية التطبيقية الكثير من الاحتجاجات والعديد من الاضربات التي شنتها في المرحلة السابقة كان تدخل الوزير الأول سيد عبد الملك سلال من أجل وضع حد لهذه المعاناة وتم إصدار المرسوم الرئاسي لحل وضعية حاملي هذه الشهادة ولكن لحد الآن لم يتحقق أي شيء في الميداة شكرا حبيت أن ندخل على حاجة لولا أولا وكبر خلشين شكر جزيل شكر الوزير الأول مع الوزير الأول على تدخل تعو ولي حلنا المشكل تعنا هذا شيء يفرح بزعب بزعب وتانيك الأخ الخضر بن الخلف اللي عاوني بزعب 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 هاد نظال تعنا هو اللي كان لحامل مشعل تعنا هو اللي كان حامل صوت تعنا وتانيك قانات النهار لا حاليا وعلى وقتها لكي تنسيه على المقه وشكرا في مقه نعم أحسب سيكون لكي تجد على المقه ومع دوش نية حسنة لأخذ الملفة على أكمل وجه. دائر هم بكاري أفواً لطبع السطبي بارتوكي لدوست دكاري برزيدنسي. تلك المنطقة التي تتعلمونها في كل دوسية هذا. جميعا. ولكن حتى الآن لم يشرككم في أي إجتماعات أو أي ناح. سيد أحمد عبادة استمعت لانشغالات واهتمامات حامل هذه الشهادة. شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. علم الشغل في الجزائر يعاني الكثير من المطبات. يعاني الكثير من البيروقراطية خاصة مع الإدارة. مع تجسيد هذه القوانين. برغم أنه فيه قوانين ربما على أعلى مستوى. ولكن تجسيد في أرض الميدان شيء آخر. هل اليوم وانت تسمع لمعاناة وكما قلت لانشغالات حاملية هذه الشهادة. أنه اليوم بات وكأنه فيه ازدواجية في تطبيق القرار. ربما على المستوى عالي يكون فيه تطبيق ويكون فيه إصدار قوانين. لكن لما تصل الإدارة شيء آخر في أرض الميدان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالتالي يجب أن يتعامل كل حامل شاهدة جامعية على مستوى المحاسب أو على مستوى الإدارة. يجب أن يعامل بإنصاف وبعدل لأنه لو لم نعدل بين هؤلاء الناس خاصة حاملية الشهادات. فبين من نعدل هناك الكثير من حاملية الشهادات الجامعية الآن لهم عقود ما قبل التشغيل. ما كان لنا ينبغي أن نصل إلى هذه العقود إلى هذه الصيغة على التشغيل. لو لم تغلق المؤسسات في سنة وتسعين نتيجة لتصحح لهيك ونتيجة كذلك الأزمة الجزائرية التي فتتها لها الجزائر. لو لم تغلق المؤسسات ويسرع العمار ربعمية عامل سرع ذلك الوقت لما وصلنا إلى هذه الصيغة. هذه الصيغة يجب على الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية أن تطبقها بطريقة قارة ودائمة. خاصة الجامعية إذا تخرج من الجامعة لابد للحكومة توفر له شغل لأن الجامعي الذي يحمل رسالة ما تعلم هذا العلم وحمل هذه الرسالة إلا لأن يجد أمامه مستقبلاً ظاهراً أنه مستقبلاً ظاهراً لا يتحق له إلا بالعلم والعمل والعمل هذا يتحقق له عن طريق قرارات سيدة وقرارات ثابتة وقرارات واضحة وصارحة تصدر عن طريق الحكومة للهيئات المحلية الإدارية كي تأخذ هذه الشهادات بعين الاعتبار خاصة сер Desai failure هذه الشهادة تخش أكيد من الأشكال جميعاً ما عندهم الحق ليكون في السنك التعليم, ما عندهم الحق ليكون في السنك الوظيف العمومي ما عندهم الحق ليكون في السنك الصحة ما عندهم الحق من الجرد奥 للمجرد الشهادات وهي advanceين هذه الشهادات. ليست جامعة جزائرية、 هذا السؤال يبقى من تروح أين يذهب هؤلاء الشابب ضيف إلى هذا هناك شابب كثر نذكر لك حالة خاصة على مستوى وليس عين دفلة كين 2600 شاب خريجي جامعة بانات وذكر كلهم الآن مهددين بتوقيف العقود تعم على مستوى لاداس على مستوى مديرة النشاط الاجتماعي مديرة النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات تأخذ الأوامر والتعليمات من الوزارة والوزارة هي السيدة عليها أن تنظر في هذه المسألة جميل سيد عمد عبادة سنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل في نقاشنا سيد عليلي يحيى أنتم منذ أربع سنوات تقريبا أو خمس سنوات وأنتم تشنون إضربات واحتجاجات من أجل لفت انتباه السلطات العليا والسلطات المعنية من أجل حل مشاكلكم ولكن لحد الآن قلنا أربع سنوات لم تحل مشاكلكم يعني لغير وأنتم منذ أربع سنوات وأنتم تطالبون بالاستجابة لمشاكلكم ولكن لغير أن تعيد اليوم هذه المطالب مطالب هذه الفئة في ماذا تتمثل؟ لن نخصوك المطالب تعناف جملة موفدة كما يقولون نطالب إرانا جامعية نطالب أن تكون شهادة تعناف شهادة جامعية تصنف ضمن شهادة الجامعية الأخرى لها نفس المزايا مع شهادة جامعية أخرى ولا يعادلها إلا شهادة جامعية نحن نضرك ولكن سيد عليلي يحيى يعني فيه تصنيف للشهادات الجامعية ليست متساوية فيه تصنيف لشهادات الجامعية نحن نرى الشهادة الجامعية الوحيدة سليني على الشهادة الجامعية الوحيدة لما رأينا يأخذونها لن تأخذونها للمشاهدين أنا سأشألون ماذا ستحدثون وعلى غير دي أعني لا تدريد المشاهدين نعم أستاذ عندك مخطط هنا لو توضحوا للمشاهد الكريم حتى يفهم الإشكال بالنسبة للحاملين هذه الشهادة المخرج نظن يعطينا كاميرا في هذا المخطط شهادات يمكن أن تقرأ لنا من ورقة مباشرة سيدنا خيار راشيد وأستاذ تشوف يعني وين وصلت للجيني ألجيريان واحد نحن نفتو واحد باشولي جوز الباك واحد جاب الباك واحد ما جابش لباك أسكسي لامام شوز واحد جاب الباك يروح يروح الجامعة ولا يروح لإنستيتيوت ولي ما جابش لباك يروح سيفيا ولا لوفي وفي الأخير يعني يتخرجوا بنفس شهادة ورهي الوزاة التعليم العادي هذه أعلى وزارة تعليعين في تزير عيبواها نعم يعني هذه المحاملة هذه الشهادات شنوا اليوم أو نظموا اليوم احتجاج أمام مقر وزارة الصحة لمطربة بهذه الاستجابة لانشغالات نتابع هذه الصور ونعود للنقاش أنا حامل شهادات تطبيعية ما يقارب الأربع أو خمس سنوات يشنون إضربات واحتجاجات في مختلف ولايات الوطن ولكن لحد الآن لم يستجب لمطالبهم برغم من أنه الوزير الأول سيد عبد المالك سلال تدخل شخصيا وتم وكان فيه مرسوم رئاسي واضح وبين من أجل حل مشاكل هذه الفئة ولكن لحد الآن لا شيء تطبق في أرض الميدان سيد أحمد عبادة نعود إلى النقاش هذا ربما صدور المرسوم الرئاسي كما كنا نتكلم في السؤال الأول والإشكال في التطبيق في أرض الميدان هل يعني هل هذا يبرر عدم التجانس اليوم في عمل الطاقم الحكومي بصفة عامة وأنت تعرف أنه قبل أيام كان فيه إصدار ما يسمى ربما القرار الذي شكل الكثير من الجدل فيما يتعلق بتحرير الخمور تجارة الخمور وبعدها الوزير الأول ألغي هذا القرار قانون كذلك هذه الفئة في أت شهادات أو حاملي شهادات دراسات الجامعية التطبيقية فيه مرسوم رئاسي ولكن لحد الآن لم يطبق على أرض الميدان هذا الدليل على أن التجانس الذي ذكرته أستاذ رشيد غايب تماما الانسجام والتنسيق بين المسؤولين يحتمل أنه منعدم ولا وجود له لأنه بكل بساطة مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال اللي تحصل على شاهدة الباكالوريا وقلت السنة والتعطيل والديوعة واللي تحصل على شاهدة الباكالوريا وقلت السنة والتعطيل والليسونس ثم الليسونس مؤترف بها أكثر من الديوعة هذا نوع من الضيزة هذه قسمة ضيزة يسموها قسمة ضيزة غير عادي والعدل أساس الملك يجب على هذه الدولة أن تعتني بهذا المواطن سواء كالمتعلم أو غير متعلم في مسألة العدل يجب أن تعدل في توزيع المنصب توزيع الثروة توزيع الترقيات يجب أن تعتني يا أستاذ بكل بساط لا نام تمد لخريجي الجامعة 1500 مع أن كونترا دائم لا داس تمد لخريجي الجامعة 900 ألف أن كونترا محدود اشتهوا الفرق بين اللي عنده عقد مع لا داس واللي عنده عقد مع لا نام اشتهوا فرق بين شاب شاب ما تعلمش أصلا الجينونسيش تعطيه القيمة قيمة تعمليار وفي بعض الأحيان هذه القيمة التعمليار تحاصروا تحاصروا عن طريق لزيمبو لك أزونوس لك ناسات لك الكاكوبات عن طريق المراقبة الشاب هذا لك اللي ما خليناه شحنايا في حرية تامة يفتق الموهبة التاعه ويمالس الإرادة التاعه ويغامر يغامر في مسألة لأن المحاولة الأصل المحاولة هي الصواب والخاطع لكن الشاب هذا ما فتقش الإرادة التاعه واكتشف وابتكر من 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 بعد هذا الشاب لأن الشاب الشاب بنحبول ننكره هو الروح الذي يسري في هذه الأمة بمثابة الروح الذي يسري في الجاسد أنا أنطالب الحكومة بكل صراحة أن تنصف هذا الشاب وتعديل خاصة الشاباب الجامعي اللي نعود نقول هذا الكلام الشاباب الذي تخرج من الجامعات وله شهادات عليا وله شهادات ريسونس يجب على الدولة الجزائرية يجب أن تخصص له مرتبا شهري قار ودائم قيمته ثلاث ملايين وله ثلاث ملايين ونص إلى أن تجد له وظيفة أو تجد له شغل لأن سوق الشغل الآن منعادم من كل ما لا وصله بالشغل الشغل ما هوش القطع الخاص اللي يستعبه كامل لأنك زاوج بين قطع يجب أن نزاوج بين قطع الخاص والقطع العام لأنه لو لم لو لم تغلق المؤسسات في سنة وتسعين وتصفى وتصفى ويسرح العمال لا بقيت لك المؤسسات تطور وسيعة لو وصلت اليوم إلى استيعاب كل تقريب كل العمال هذول يرهم جميل تكلمت على عالم الشغل سيد أحمد عبادة وزارة طربية وزارة طربية فتحت مسابقة للتوظيف في الفترة الأخيرة حوالي لأول مرة 19 ألف منصب الشغل يعني في قطاع التربية هو يعني حجم كبير جدا كما قلت ولكن حاملي هذه الشهادات ليس لهم الحق في المشاركة في مسابقة في هذه المسابقة يعني هل هذا يعني هذا الإجحاف إن صح التعبير هو الذي دفعكم اليوم لإعادة ربما من الإضربات وإعادة الاحتجاجات من أجل إنصافكم وإعطائكم حقكم والمشاركة في مثل هكذا مناصب سوى في قطاع التربية أو في قطاعات أخرى دائرة كما قلت إجحاف على الوسم 19 ميل تحديد تحديد الإدوكاسيون لكن يتحمل يتحمل هذا الروتار على نظر من المشاركة لكن يتحمل القواني الأساسية هذا وفي دائرة هنا كما دائرة يمكن تحديد على الإدوكاسيون دائرة هذا صدم كبيرة لنا ودائرة كيف تحملها حاليا أنتم مصدومين حاليا نحن مصدومين نحن نصف 25 سنة من إنشهادة هذه خرجت دائرة يا أستاذ يجب أن تحديد تحديد الوضع ودعو في الجامعة يجب أن يطالب بتسوير الوضعية ما هو المازال الذي يتحوليناه في حيث ترطيبه، عدته 17 أو 20 سنة في الخدمات، وماذا يمكن أن يحاوليه؟ السيجرة. ما هو المهم الأفضل هو السكتور الإيقانيكي. إنك ترى التناخب، هذه الشهادة لنا، شهادة جامعية وصدرتها وزارة جزائرية. كيف يتعامل دبل أمبالوات في نفس السكتور الإيقونوميك؟ يقولك حنا هذا السكتور اسمه الدكرى البرزيدانسيال هذا يقولك حنا ما شو معنينين بالمسؤول الرئاسي هذا وفي الفنكشو البلوك اللي كنساني كيف يتعامل بنفس الشهادة في القطاع إقتصار هذي يتوظف يقولك ماشي جامعي وهنا قبلها جاءة سيد عليلي يحيى أتركني بعض الوقت حتى أعطيك الكلمة الأخيرة ربما لتوجه نداء أو كلمة لسلطة العلية سيد أحمد عبادة نحن في نهاية النقاش أدعوك لكلمة أخيرة ربما في هذا النقاش ماذا يمكن أن تقول في هذا الموضوع؟ كلمة أخيرة أنا أطالب السلطة أن تعترف بهذه الشهادة وتدير طالينيها مع الشهادة الجامعية اللي تعتبر لليسوس تسويها مع المعاتلع تسويها معها ثان كما أطالب السلطة أن تهتم أكثر بالعنصر الجامعي اللي متحصل على الشهادة واللي راح في البيوتات خاصة بعض البانات وخاصة بعض من ليس لهم معرفة ما عندهم مش علاقات معرفية أنا أطالب هذه السلطة بها تخصص لكل شباب لكل الجامعيين متخرجين من الجامعات تخصص لهم مرتب محترم قار ريثامة ريثامة توفر لهم مناصب التعشون لأن هذا الشاب بها نتفادوا الآفات ونتفادوا الحرقع ونتفادوا مصائب كثيرة اللي بسباب هذا الشباب الوطن الوطن ككل قد يتفداها لأننا نحبه ولا نكرهه الشباب الشباب هو إما أنه يكون محصن ويكون صمام أمان لهذا الوطن ولا هو يكون كارثة على هذا الوطن وعلى هذا الأسخاصة شباب متعلم هذا الشباب المتعلم يجب على السلطة ألا تتغافل عنه ألا ألا تغفر سيد أحمد أبدا أولا نسى ما يحدث في الإدارات من بيروقراطية ومن محسوبية لأنه يا أستاذ بكل بساطة في الثلث ملايين واش هي في الثلث ملايين الناس لم يخلصوا مئة مليون في الشهر ومئتين مليون في الشهر اشتاهية في الثلث ملايين كي تعطيها الشاب متخرج من الجامعة عنده ليسونس ولا عنده ماجيستير ولا عنده ديواء ورح بطال ينتظر بكل شغف ينتظر في منصب التعشغل واش هي يا قاعتين هبا يظل الجري فيه اللاداس والجري فيه اللانام وفي اللانام وفي اللاداس وفي الإدارة وقاعتين ما تنساش بلي كين بيروقراطية كين معارف كين علاقات كين بعض الشابب اللي يأنف يروح يظل يتدخل عن طريق العلاقات وقاعتين يبقى هاك ينتظر في المكتوب بتاعه وما يجيش هذا المكتوب جميل باش ننتظر باش ننتظر على هذا دير واش البروبلمتاعنا كارهم نظر كار صنفونا ماشي جامعيين هاد باش نقول برك رقمتاعنا او نيفو ناسيون انا اكثر من مئتين وسبعترشن ألف حميلة هادي شاهدة او مامتون واش حرم كي ما كنا سوش لديبلومتاعنا كوم اونيفرسيتا بزاف الناس منظر كاما هم انشوماج درم ضحيتع شاهدة هادي نعم من يعاوض لهم هذا الوقت يعني لدينا صح هذا هو السؤال نطلبتون اهو داير كما عرفتنا سنو بلخطر اللولا ديزاير فتحوا ساعتاشن ألف منصب او نيوو ديوكاسون ناسيون شكونا 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 رحولي بزاف ديزوكاسون صح دركة ما بخشوش نارب حكث من اخسرت نعم حنا دركة نطالبو وزير الاول معالي الوزير الاول التدخل شخصيا في اسراع اعداد المرسم اه القواني الاساسية وبتطبيق هاد المرسم الرئاسي اونيفوت سكتور ايكونوميك برسكو هاو يا معالي الوزير الاول هاو القطاع الاقتصادي هاو يتجاهل تماما تعليمتا ويقولوا هاد المرسم الرئاسي يقصر جسر فونكشو ببليك ايبورتو اولي تابلشم ديزوك البرسيدانسيال ستولمان كيسون تاسيستي كيسيت اسيستي نعم 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 شكرا جزيلا لك سيد عليلي يحيا رئيس اللجنة الوطنية لحامل شهدات دراسات الجامعية التطبيقية شكرا موصول لك سيد أحمد عبادة الناشط السياسي مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة تعين وحدث كان موضوع عدد اليوم حامل شهدات الديوية خريج الجامعات أم مراكز التكوين المهني أو مراكز التكوين المهني متابعة طيبة مع برامجي قناتي النهار رقاكم غدا إن شاء الله سلام